يعني ايه الكلام ده بيقول لحضرتك ان الديفينيشن تمام بتاع المومنتم يعني ايه مومنتم أساسا يقولك المومنتم هو عبارة عن product اللي هو times بتاع الماث of the body تمام by la velocity at this moment عند هذه اللحظة يعني هو بيكلم في n المومنتم equal m في v طيب ده كده التعريف بتاع المومنتم القانون بتاع المومنتم h equal m times v if h والv are algebraic measure of the momentum vector h and the velocity vector v then we can write h equal m في v طيب هتقول لي مستر ايه الفرق بين القانون الاولاني والقانون التاني طيب القانون الاولاني لو انت بتكلم فيه ال velocity as a vector ماشي كده lay a function في اي حاجة تاني طيب القانون التاني لا بيقولك ان ال h والv algebraic measure as a magnitude ففيه فرق بين ال vector والايه والmagnitude لكن هو الرول زي ما هو لكن هيختلف لو ال v vector عن اما يكون ال v a algebraic measure او scalar او as a magnitude طيب جميل او يبقى كده عرفنا ال definition وعرفنا الرول بتاع المومنتم measure of unit of momentum هتقول لي ان عندك ال m في ال v يبقى كده همسك ال unit بتاعة ال m اللي هي مثلا الكيلو جرام تمام و همسك ال unit بتاعة الفلوزتي اللي هي لاما kilometer per hour او meter per second و هشتغل على ال unit d ايا كان بقى هو مديني ال m الماس يعني بايه وايا كان هو مديني ال a الفلوزتي بايه طيب unit of momentum اللي هو the unit of mass time is the unit of velocity وان the mass is measured in kilogram and velocity is measured in meter per second لو الماس بالكيلو جرام وي الفلوزتي meter per second ذن the momentum will be kilogram meter per second يبقى هنا لو عندك الماس اللي هي ال m بالكيلو جرام وال v الفلوزتي اللي هي meter per second يبقى ال unit بتاعة ال measuring momentum unit of measuring momentum equal a kilogram meter per second طيب remember عشان نحول من من الطن للكيلو لو هو مديني مثلا ال mass بالطن وعايز تحوله للكيلو هنعمل time is one thousand طيب لو عايز تحول من الكيلو للطن هنعمل divided one thousand من الكيلو جرام للgram time is one thousand من الجرام للكيلو جرام divided one thousand hour للمينت time is sixty من المينت للhour divided sixty ومن المينت للsecond time is sixty ومن السكند للمينت divided sixty ده بالنسبة لليونت بتاعتنا عشان ممكن يجيلك مثلا ال m مش شرط يجيلك بالكيلو جرام ممكن يجيلك بالgram ممكن يجيلك ال m بالطن فانا لازم اعمل converting لليونت بتاعت المجرام